بسم الله الرحمن الرحيم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أيل دهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة السادة رؤساء الدول والحكومات أصحاب المعالي الوزراء السيدات والسادة يسعدني أن أستهل كلمتي بتهريئة دولة الإمارات الشقيقة على توليها رئاسة مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ كوب 28 مشيداً بحسن التنظيم ومؤكداً ثقة الكاملة بقدرة دولة الإمارات على الإسهام الفاعل في تحقيق أهداف هذه الدولة إن مؤتمرنا اليوم ينعقد وعلى غرار مؤتمر شرم الشيخ العام الماضي وسط تحديات سياسية ودولية خطيرة لا تقل أهمية عن تدعيات التغيرات المناخية هم يتطلب منا كقيادات سياسية مسؤولة أمام شعوبها العمل المقلص على خلوج مؤتمرنا هذا بنتائج طموحة وتنفيذ متسارع للتعهدات السابقة وتدرك مصر في ضوء رئيساتها للمؤتمر الماضي بشرم الشيخ وتأثرها المباشر بالتغيرات المناخية ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز قدرتنا على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية وتتعامل مع ما تشهد الأجيال الحالية من آثار مناخية شديدة وكوارث تتجاوز قدرة الدول خاصة النمية منها على التكيف معها أو احتواء آثارها على مختلف قطاعات التنمية السادة الحضور إن مسؤولياتنا ققادة المجتمعين اليوم هي تأكيد الرسالة الواضحة بأننا ملتزمون بل وتموحون في إجراءاتنا وفي تنفيذها لما يتفق مع ما توفقنا عليه في باريس سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقاً لقدرات كل دولة وحجم مسؤولياتها التاريخية والحالية عن التحديات المناخية الجارية لذا فمن المهم تأكيد مبادئ الإنصاف والانتقال العادل والمسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء باعتبارها مبادئ أساسية في الإطار متعدد الأطراف ولقد حريصنا في شرم الشيخ على إطلاق العديد من المسارات التي تسهم في تحقيق تطلعاتنا في هذا الصدد وعلى رأسها إنشاء صندوق تبول الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المناخية وبرنامج العمل حول الانتقال العادل وبرنامج عمل خفض الإبعاثات كما مهدنا الطريق أمام التوصل إلى هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية في هذا الإطار اسمحوا لي أن أعرب عن تقدير لكم جميعاً في ضوء ما شاهدناه خلال هذا العام من نتائج سواء ما يتعلق بالنقاشات حول الانتقال العادل أو تفعيل برنامج عمل خفض الإنبعاثات في قطاعي الطاقة والنقل فضلاً عن التوصل إلى توصيات لتفعيل ترتيبات تمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار المناخية وتفعيل صندوق التمويل ذي الصلة إلا أن نجاح هذه الجهود يرتكن إلى توفر التمويل المناسب سواء من حيث أدواته وألياته أو مصادره وحجمه وتيسير النفاذ إليه ويقودنا هذا إلى ضرورة سيارة رؤية مشتركة تتضمن توصيات متفقاً عليها حول تطوير كافة عناصر المنظومة من مؤسسات وسياسات تبويل أو مؤسسات تقييم أو قطاع خاص السيدات والسادة إننا نؤمن بأن نتحقيق هذه الأهداف هو أمر ممكن إذا عملنا معاً بروح التعاون والمشاركة ولذلك ندعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحاً في مؤتمر دبي إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مع تفادي الأفعال الأحدية التي لا تراعي سوى المصالح الضيقة وأنني أتطلع لأن نخرج من مؤتمرنا هذا بإطار دولي معزز لتطوير التعاون وتوجيه الدعم المالي والتقني المطلوب للدول النامية وفي الختام وجد التأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ ووجه نداءً عالمياً لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات الشقيقة لدمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية تؤكد لجميع شعوب العالم إننا عازمون بل وقادرون بإذن الله على إنقاذ وحماية كوكب الأرض موت حياتنا ومستقبل أبنائنا وأحفادنا جيلاً بعد جيل شكراً جزيلاً لحسن انتباهكم شكراً جزيلاً